اهلا بكم الى النشرة الرياضية رئيس الفيفا الجديد جاني انفنتينو مصر على فكرة رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 40 السويسري قال ان زيادة ثمانية منتخبات امر ممكن مشيرا الى ان نسبة المنتخبات التي ستشارك في العرس العالمي ستمثل في هذه الحالة 19% فقط من اصل 219 اتحادا انفنتينو وصف نفسه بمشجع لكرة القدم وصفا اياها بالرياضة الاكثر اهمية في العالم ولا يمكن قتلها ميشيل بلاتيني يصاعد المواجهة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اعتماد ايقافه ست سنوات رئيس الاتحاد الاوروبي الموقوف قرر تقديم التماس الى محكمة الرياضية ضد الفيفا الفرنسي سيحاول اثبات وجهة نظره بان ما تقضاه من الفيفا ما هو نظير عمله مستشارا في نهاية القرن الماضي ولكنه لم يحصل عليه الا عام 2011 في اطار مكافحة فساد الفيفا جواتيمالا تسلم الرئيس السابق للاتحاد او الاتحاد كرة القدم الى امريكا براين خيميناز وضع في طائرة تجارية في مطار لأورورا في العاصمة الجواتيمالية وسلم الى الولايات المتحدة الامريكية ابن الواحد وستين عاما كان عضوا في لجنة اللاعب النظيف والمسؤولية الاجتماعية في فيفا تورط على غرار خمسة عشر مسؤولا من امريكا اللاتينية في قضايا فساد وتبييد الاموال قبل ان يلقى القبض عليه في الثاني عشر من كانون الثاني يناير الماضي والان انتقلوا اياكم الى جولة الصحف مع عبد الرحمن عز الدين شكرا لك عبير السلام عليكم مشاهدين نبدأ جولة الصحف من انجلت رحيث جاء في ديلي ميل رئيس اللجان الالمبية الشيخ احمد الصباح يتعرض لانتقادات بعد الفشل الذريع في انتخابات رياسة الفيفا الصحيف رأت نصورة شيخ الكويتي كمهيمن على القواف الرياضة العالمية اصبحت مدمرة بسبب سلوكه خلال انتخابات الفيفا الاسبوع الماضي واشارت الصحيفة الى ان رئيس اللجان الالمبية لم يفشل فقط في اصال مرشح سلمان بن ابراهيم بل خرق ايضا اخلاقيات العمل باستخدامه نفوذه للضغط على المصويتين في الانتخابات نبقى في انجلترا مشاهدين ومع مفاجأة مدوية فجرتها صحيفة دي سان تفيد بان كبار الاندية الانجليزية تخطط للانسحاب من دور ابطال اوروبا الصحيفة اشارت الى ان اجتماعا جرى بين رئيس شركة ميامي ضولفن الامريكية ستيفر راس وممثلين عن اندية مانشستر يونيتد وجاره الستي وارسنل واتشلسي وليفربول للبحث في الانفصال عن البطولة القرية بحسب الصحيفة فان الاندية الانجليزية ستتخذ خطوتها لتفادي خسارة ملايين الدولارات في حال عدم تأهلها الى دوري الابطال والبديل المطروح سيكون بطولة تضم كبار انجلترا الى جانب اهم اندية اوروبا دائما مع صحفة انجليزية حيث اكدت صحيفة ديلي ستار ان ادارة مانشستر يونيتد بدأت لاستعداد للتعاقد مع مهاجم نابولي جونزالو ايجوين الصحيفة كشفت ان فريق الشياطين الحمر يرصد 62 مليون جنيه استرليني للفوز بخدمات الارجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة الى الكويت وعنوان لافت في صحيفة الرأي رئيس اتحاد كرة الطاولة نجح في تأجيل اتخاذ قرار بتعليق النشاط دوليا مالك الصباح سنكشف الخوان الكويتيين الذين سعوا الى الايقاف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة مالك الصباح رأى ان تأجيل ايقاف اللعبة دوليا انتصار للكويت وقال انه سيفضح في الفترة المقبلة منحاك المؤامرة ضد الرياضة الكويتية نختم مع صحيفة اليوم السابع المصرية وجاء فيها على صفحتها الاولى النيني يستعد للظهور الاولى اساسيا في البريمير ليج امام سونزي الصحيفة اشارت الى ان النيني سيقود خط وسط الجانرز بمواجهة سونزي سيتي الليلة بعد ظهوره الجيد امام منشستر يونيتد منشاهدين الى هنا نصل للختام هذه الجولة الصحفيا عضوياكم العابير شكرا لك عبد الرحمن هتخوف من وقوع عمليات ارهابية خلال بطولة اوروبا في فرنسا صدع مزمن في رأس المنظمين مفاجآت سلبية قد تحرم عشاق كرة القدم من متابعة مباريات البطولة داخل الملاعب الفرنسية اللجنة المنظمة تدرس خيار اقامة بعض المباريات من دون جمهور في حال الاشتباه بوقوع عمليات ارهابية كما تدرس اللجنة امكانية نقل بعض المباريات الى ملاعب غير مدرجة او مدرجة على اللائحات التي تستضيف المباريات مدينة دوتموند تحتضن متحفا كرويا يختصر حكاية المانيا مع البطولات والالقاب القرية والدولية متحف كشف فروقا ديمغرافية في البيئة الالمانية منذ خمسينيات القرن الماضي وصولا الى الالفية الجديدة في المانيا انجازات كروية خالدة حفرت في ذاكرة عشاق بلاد الماكينات وحفظت في مجلدات انفضت غبارها عام 2014 بعد التتويج بكأس العالم لعبون حفرت اسماؤهم بحروف ذهبية باتوا خالدين في متحف يجسد تاريخ المانشفت مع البطولات العالمية منذ خمسينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا متحف الكرة الالمانية اختار مدينة دورتموند مقرا له مدينة الاسود مثلت عبر التاريخ القلبة النابضة للكرة الالمانية برغم سطوة بارن ميونيخ محليا وقاريا لكن المدينة التي تكتسي بالحلة الصفراء غرفت عشق كرة القدم من نهر الرور شهيد المتحف قبالة محطة القطار الرئيسية وباتت المدينة تنتظر حضور اكثر من 270 الف زائر سنويا من اجل البحث في دفاتر الكرة الالمانية عبر الزمن بين اول كأس عالم واخير مونديال فروقات عرقية اكشفت تغييرا ديموغرافيا كبيرا في البيئة الالمانية صورة المنتخب الفائز بمونديال 54 عبرت عن اللاعب الالماني المتجثر في ارض اجداده في زمن اتميز ابنائه ببنيان جسدي نحيل صورة قابلتها اخرى لمنتخب توجى باخير مونديال ابنائه ينحدرون من عرقيات مختلفة لا سيما ان المانيا فتحت ابوابها لاستقبالهم هربا من شبح الموت في بلادهم واصبحوا اساطير كروية في بلاد المصانع بنية اللاعبين عامة والالماني خاصة التطورت عبر الزمن بعد التغييرات التي اصابت نمط الحياة في القرن الواحد والعشرين في قاعة العرض الاولى مجسمات وصور لافراد المنتخبات المتواجين بالبطولات القارية هذاء اوليفر بيرهوف بات ايقونة في المتحف بعد احرازه هدف التتويج في بطولة اوروبا عام 96 في اخر القاعة تحفن وكورات من ذكريات مونديال البرازيل اضافة الى ملابس رياضية تقتصر المسافات الزمنية وفي غرفة الكنز الخاصة بالمتحف تعرض بشكل ملحمي نسخ مقلدة للكؤوس التي احرزها الالمان ثم تنتقل الى غرفة التدريب والخطط حيث يختبر الزوار مدى معرفتهم بقواعد التغذية عند اللاعبين وفي وسط احدى القاعات الكبيرة شاشة تعرض مشاهد من نوادر الاخطاء في مباريات كرة القدم العالمية بينما تخرج من مكبرات الصوت موسيقى الراكتايم تصاحبها ضحكات مصطنعة نبقى مع الكرة الالمانية حيث طمأن قائد الماكينات باستين شفانشتايجر عشق منتخب المانيا حول مشاركته في بطولة اوروبا الصيف المقبل لعب مانشستر يونايتد يستعيد للعودة الى تمارين بعد شفائه من التمزق العضلي في اربطة الركبة حامل كأس العالم 2014 واثق من قدرته على الوصول الى جهيزية عالية قبل العرس الاوروبي في فرنسا شويني اكد ان منتخب بلده قادر على التتويج باللقب الاوروبي للمرة الرابعة في تاريخه قالت سرايا التركي يدفع ثمن خرقه اللعب المالي النظيف يحرم من المشاركة في البطولات الاوروبية لموسمين الاتحال الاوروبي لكلة القدم عاقب اكثر الاندية التركية تتويجا بالالقاب بحرمانه من المشاركة في اول نسخة يتأهل اليها من بطولات الاندية الاوروبية خلال الموسمين المقبلين وفي السياق نفسه عقب ناديا منشستي الانجليزي وباقيسان جورمال الفرنسي بتقليص عدد اللاعبين المؤهلين للمشاركة في دوري اطال اوروبا في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين ديلس ميفريكسيو حققوا فوزا ثالثا على التوالي بتغلبه على ضيف اولاندو ماجيك خمسة من لاعبي صاحب الارد سجلوا اكثر من 15 نقطة ويسلي ماتيوس كان افضلهم مع 21 نقطة فقاد سادس القسم الغربي للانتصار الثالث والثلاثين هذا النوسم مقبل ثمان وعشرين هزيمة وبالرغم من الهزيمة كان ارسان الياسوف من اورلاندو افضل لاعبي المباراة سجل اثنتين وعشرين نقطة والتقط عشر متابعات لكنه فشل في تجنيب فريقه الخسارة الثالثة والثلاثين في تسع وخمسين مباراة سيارة موسيدس الاسرع في اليوم الاول لفترة الاختبارات الاخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد من بطولة العالم للفورملا وان نيكو روزبرغ قطع حلبة كتالونيا في دقيقة واحدة وثلاثين وعشرين ثانية واثنين وعشرين جزءا من الثانية فيما كانت المفاجأة بحلول سائق ماكلرين فرناندو الونسو في المركز الثالث ما عد تقدما كبيرا للفريق بعد موسم الفين وخمسة عشر الكارثي موسم الفورملا وان الجديد ينطلق في العشرين من الشهر الحالي بسباق جائزة استراليا الكبرى نهاية نشرتنا الرياضية لمزيد من أخبارنا الميادين دوت نات شكرا لكم معالحس المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة